السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتتبعي قناة لبنا ماهير مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد ان شاء الله فيديو اليوم خاص بهذا البلايك ديال الارابيسك اللي كيجي ديال الشوكولاتة كيجي ورائعين ممتازين لزين الحلويات جميع الأنواع ديال الحلويات وليساب لي فبغيت نشارك معكم الطريقة مختصرة بالخصوص للمبتدئات يعني هكا كيجيهم كيبال لهم طريقة صعيبة وهي جد 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 سهلة غادي نشاركها معكم بجميع التفاصيل كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يكون فيه بعد الاستفادة لكم ومتنساوناش مللي لايك والبرتاج ديال الفيديو باش تعمل الفائدة هكا نزيد ونستمر ونعطي واكتر واكتر كنتمنى هاد الفيديو لان الاعجاب ديالكم ندوسوا مباشرة ان شاء الله للطريقة وغا تشوفوا معي جميع المراحل ان شاء الله باش نصيبوا هاد اللي شوكولة هادو او لهاد البلايك هنا غادي نحتاجوا لهاد البلايكة هادي ديال الارابيس كيف ما كتشوفوا هما انواع واشكال انا عندي هاد الشكل هذا غير صدفته صراحة في السوق هنايا كان بدو هاكايا عندي شوكولة سوداء او لشوكولات كحل قالة وهنا كذلك شوكولات البيض اللي دوبتهم في حمام مريم عندي هنايا دائما تحاولوا انكم تديروا التحت فلون والفوق فلون تانية اما تصبقوا البيض او لا تصبقوا الاسود كان بدو نعمروا في هاد الفراغات كيف ما كتشوفوا معي في هاديك الوريضة وكنحاولوا اننا ندخلوا شوكولات مزيان مزيان لهاد الفراغات هادو كيف ما كتشوفوا معي كم تحاول نبرك بوحد الملعقة قبل ما نشوف الشوكولات نبرك تماما باش هادو تقيبات Ricardo يعمروا لينا بهذاك الشوكولات كنحاول انني نضغطisiert وكان لبقى كان نعمر فيهم كيف ما كتشوفوا معي الطريقة سهلة 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 بزای yap po بالنسبة الشوكولاتة البيضاء سرعوا في الخدمة ديالها بخصوص الشوكولات قالى لانك نشوفوا نحيط من فائد الشوكولاتة من بعد لا ترى شوكولاتة نركز لكم على هذه القادية وهذا الشوكولاتة اللي كيبقرة اكيد نرجعوه ايشي قريعة او لابواتا او نرجعوه ندوبو نخدموه به نمسحوه بواحد هكا بواحد الزيف او لواحد المنديل ناشف مزيان نمسحوه باش هدوك الفراغات اللي عمرو هدوك البلاستيك اللي في الجناب او لفل فوق ديالهم يتعرم مزيان باش يجينا تزين من بعد مزيان هنا غندوز لهاد المربع غاد ينسبق فيه الشوكولاتة الكحلى هلا هاد الشكل هاد كنحاول كذلك كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول نعمر مزيان هدوك الفراغات كنبرك مزيان مزيان او لهاكايا تحاولوا حتى تخبطوها باش يدخل شوكولاتة مزيان لهادوك الفراغات اللي في الداخل يانا تقيبة صغار باش جينا العملية ناجحة تماما كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول اناني ندخل او لهاكا كنخبط باش كيدخل شوكولاتة مزيان مزيان كنخلي حتى كينشف وكنبدع كننكردو بشي حاجة هكا ولا بشي حاجة هكا حادة وشوكولات دائما نرمى كيضيعش كنحتافظو بي من بعد كندوب وكنحيد الفائد مزيان من الفوق بهالطريقة الى حيتوا وباقي الفائد يعني ما نشفش فأكيد غادي تمسحوا حتى من الداخل وغايجيكم تزيين مختلف تماما غايجي كل شي مروون حاولوا انكم تخليوا حتي نشف هذك الشوكولاتة بسرعة كينشف وكنبدع نحيد هذك الفائد وهنا كنبدأ نمسح وكنبدأ نبين في هذوك النقيطات اللي بفوق اللي بالبيض لانهو ما اللي غادي يبين فيهم اللون الثاني دي الشوكولاتة كيف ما كتشوفو معايا كنمسح بطريقة هكا كننطفو تماما وكنحط هذك البلاستيكة من الفوق فكي يولي اولا كيتكون واحد الفاراغ عندنا وكنبدأ ندير هذ دائريين قدرت فيهم الشوكولات البيض من التحت فغا ندير من الفوق الشوكولات الكحل كيف ما كتشوفو معايا نحاولو اننا ما ننخرجوش من هذك اولا نديرو كمية قليلة شوية وحنا عيننا ميزاننا باش حتى تتصرح قا الجوانب وهكا ما تجيناش سايحة من جناب فيضة قا على ديك الدائرة لان هذك المربع اول الدائرة فارات يكون واحد شوية طالع غي شوية مشي بزداف وهنا كندير شوكولات البيض اولا شوكولات البيض فوق الشوكولات الكحلة اللي دارنا التحت دائما نحاولو نخلفو الالوان باش كي جينا المنظر رائع يعني فقط بغيت نشارك معاكم شي حاجة اللي هي بسيطة وسهلة في نفس الوقت وبالنسبة هكال المبتدئات اللي عمر هما جربوا انهم يخدموا بهاد البلايكة ديال الارابي سكروا هم سهلين في الخدمة بزاف بزاف البنت وكيعطيونا واحد المنظر زوين هكا يدينو بيهلي سابلي ديالكم الحلويات اي حاجة خليت اولا عمرت كل شي هاد البلاكة كاملة وخليت حتى نشف الشوكولات تماما هنا باش غادي تقلبوا هادوك مباشرة غيقدر يخسر لكم هكا من الجوانب وكذلك غيقدر يكون دي فورمي حتى ما كيشدش لنا لفورم مزيان فوق السابلي بالخصوص هنا كنحاولو اننا نحيدو هادوك الفائد يعني بسرعة عملية سهلة وبسيطة كنحيد هادوك الفائد من الفوق باش كيجينها كاملس من الظهر ديالو مني كنصرحوها كفوق السابلي كيجي سهل يعني او لا كيجي الفينيسيون ديالو مزيانة كيف ما كتشوفو هنا تاني فكنحاول انني نحيد هادوك الفائد من الفوق تتكون شوية شوكولاتة نشفها كمنفوخ شوية من الوسط فكنحاول انني نحيدو هنا دائما شوكولاتة كنحتفظو بيها ما عديش ترميوها اكيد من بعد كتتدوبوها كتجي ممتازة وهنا كندمسح وكنفيني في الجوانب باش كنحيدو هادوك البلاكة كيكون كل شي نقي وهنا كنحيدو هادو البلاستيك الفوقانية الشي مرات يكون ساحلين شوية هكا في الداخل يعني لان ديك البلاكة خصنا نبركو عليها مزيان مني كنن نفرغو في الشوكولات او لاشي مرات تكون هكا كينا كيدوز شي شوية شوكولات باقي سايح بحرسي بحرسي احنا او لعفون بحرسي بحرسي وكنفيني هادوك الجوانب وكنحيدو هم هكا بطريقة ساهلة وبسيطة وكيعطيونا واحد لمنظر رائع كيف ما كتشوفو معايا منظر صراحة كيف ما كتشوفو معايا الشكل الدائري كيف الجاة والشكل المربع فكنتمنى هاد الفيديو هادا هنا الاعجاب ديالكم فحبيت اناني نشارك معاكم هاد هاد الطريقة هذي هكا المبتدئات يستفقى الان تنزوين وابهذا نكون وصلنا نهاية الفيديو وكنقول لكم شكرا لكم عن المتابعة ديالكم تعليقة طيبة التي تخلو لي كنتمنى اللقاكم فيديو قادم بحول الله وكنتمنى هاد الفيديو هادا يكون الاعجاب ديالكم واستفتو منو ولول قليل ويلى عجبكم ما تنسوش بارتاجو ملايه والاصدقاء اللي تعمل فائدة وتنسونا شمالي لايك وتفعيل جرس باش توصلوا دائما بجديل قناة شكرا لكم على المشاهدة ديالكم أستودعكم الله إلى فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته